الامر التاني الفترة اللي جاية احنا بنتكلم النهاردة التلات باقي ما يقرب من حوالي ثلاثة اربعة ايام على المباراة المهمة ومباراة الترجل يا جماهير النادي الاهلي العظيمة يا جماهير النادي الاهلي المسندة لفريقها يا جماهير النادي الاهلي الفترة اللي جاية هتبدأوا تشوفوا في الاعلام وعلى السوشيال ميديا محمد الشناوي يلعب مصطفى الشوبير يلعب امام عشور يلعب السلية يقعد مروان عطية ديانج محمد عبد المنهم ياسر ابراهيق نفضل نشوف مقارنات ما بين اللعيبة احنا بنتكلم عن مباراة تسعين دقيقة في رادس وتسعين دقيقة في صادق قاهرة احنا عايزين نقفل على فرقتنا عايزين تركيز عايزين اي احداشر يلعبوا اي احداشر يلعبوا احنا وراهم انا مش شايف اسماء لكن انا شايف البطل او الفريق هو النجد شايف الفريق هو المهم هي دي رسالة الجمهوري نادي الاهلي مش عايزين نسمح لحد خلال اربعة ايام اللي جايين انه يبدأ يعمل مقارنا ويشتت الفرقة ونروح بالفرقة للاماكن احنا مش حبينها عايزين كل كلامنا وكل تركيزنا وكل دعمنا للعيب النادي الاهلي ومستر كولر اللي بنتمنى له ان شاء الله التوفيق انه يحط التشكيلة المناسبة والتغييرات المناسبة والخطة المناسبة للمباراة المهمة اللي جاي اي حد يلعب اي حد يلعب نتمنى له التوفيق شفنا في البطولة السابقة محمد الشيناوي كان اساسي وجي مصطفى الشبير لعب الفاينال المرات دي محمد الشيناوي مصاب مصطفى الشبير يدخل اي حد نتمنى له التوفيق ياسر ابراهيم تصاب دخل رامي ربيعة مع متولي وجي من بعيد وبدأ يتجهز في الدوري هو ده اللي احنا عايزينه النادي الاهلي اخر اربع متشات الحمد لله الكيرف في تصاعد بتقدر تكسب في بطولة الدوري اربع متشات مهمين جدا يدوك ثقة ويعرفوا مستر كولر الفرقة وصلة فين بدنيا وفنيا بتكسب مباراة مهمة قبل مباراة التراجي هي مباراة البلدية وانت خسران وبترجع تعود وترجع مرة تانية بروح الفانيلة الحمرة هي دي الدوافع اللي احنا عايزين نشوفها نادي التراجي بيكسب المباراة الاخيرة امام النجم الساحلي 3-2 بعد ما كان متأخر لكن بيخرج من بطولة كأس تونس بيتعادل مباراة في الدوري وبيخسر مباراة في الدوري يعني في الاربع متشات بيتعادل وبيكسب وبيخسر وبيخرج مباراة كأس تونس لكن احنا بنتكلم دي صفحة وتقفلت احنا بنتكلم بقى على متشين ليهم تجهيز ليهم استعداد بدني ليهم استعداد زهني ليهم طريقة لعب فريق الترجي فريق محترم السنتين والتلاتة اللي فاتوا كانوا بوعاد في قارة افريقيا وفي مطولة دوري ابطالة افريقيا كانت النتاج متراجعة لكن قدروا يبنوا فريق من السنة اللي فاتت مدير فني اجنابي برتغالي بيقفل وبيلعب على المرتدات عنده مهاجم برازيني بيقدر يخطف لعيد برازيني بيلعب تحتيه عندهم نقط قوة وفيه نقط ضعف ازاي نشتغل على الكلام ده كله ده امر الجهاز الفني لكن احنا كجماهير وكمحبين وكمسندين للنادي الاهلي لازم نقفل على فرقتنا لازم نقدم لهم الدعم وكل المسندة خلال الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر